أهلا بكم في استعراض الأحداث والمصطلحات الاقتصادية في أكاديمية تعليم التداول المستثمرين مصطلح اليوم هو نسبة السيولة القانونية وهي مقدار الأصول السائلة مثل المعادن الثمينة أو الأوراق المالية المعتمدة الأخرى التي يجب أن تحافظ عليها المؤسسة المالية كأحتياطي بالإضافة إلى النقد تستخدم نسبة السيولة القانونية للحد من التوسع في الاعتمال المصرفي والضمان للملاء المالية للبنوك حتى لو كانت جميع القروض من قبل البنك سيئة وعندها يمكن للبنك استرداد جزء منها عن طريق بيع الذهاب أو الأوراق المالية الحكومية الأهداف الرئيسية للحفاظ على نسبة السيولة القانونية هي كالتالي السيطرة على التوسع في الاعتمال المصرفي ضمان للملاء المالية للبنوك التجارية إجبار البنوك التجارية على الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية ومتسردات الحكومية إذا فشل أي بنك في الحفاظ على نسبة السيولة القانونية المطلوبة سيكون عليه دفع غرامة ويمكن أن يزيد البنك بمركز نسبة سيولة القانونية من أجل السيطرة على التضخم امتصاص السيولة في السوق وتجديد الإجراءات لحماية أموال العملاء في الاقتصادات النامية ترغب البنوك في الاستثمار في سوق الأسهم وليس في الأوراق المالية الحكومية أو الذهاب لأنه يعطي أقل عواد سبب آخر هو سندات الحكومية طويلات الأجل أو أي سندات حساسة للتغييرات في أسعار الفائدة ولكن في الاقتصادات الناشئة يتغير سعر الفائدة بشكل دائم اشتركوا في القناة